اشتركوا في القناة لمكافحة الاتجار بالاشخاص واثنت المسؤولة الاممية على جهود المملكة في هذا المجال كما استقبلت السيدة سلسيت ساولو الامين العام لمنظمة العالمية للارصاد الجوية المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الامم المتحدة في جينيف والذي اكد حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون في مجال التدريب والتعليم وتبدل المعلومات والتكنولوجيا وتطوير انظمة الانذار المبكر اشتركوا في القناة